موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الصناعي قسم اطباعة وسباغة وتجهيز المنسوجات في اولى حلقاتنا من مادة العمليات وهنتكلم مع بعض النهاردة في مادة العمليات عن عملية الطبيب وما نجي نتكلم عن عملية الطبيب قبل ما نتكلم عنها لازم نتكلم عن شوية حيات كده نتعرف فيها على الالياف ونعرف ايه هي انواع الالياف وايه هو التقسيم العام للالياف لما بنجي نتكلم عن التقسيم العام للالياف بنتكلم ان عندنا نوعين من انواع الالياف النوع الاولاني هو الالياف الطبيعية والالياف الطبيعية عندي فيها تلات انواع مشتقات منها وهي الالياف السلولزية زي القطن والكتان والالياف البروتينية او الالياف الحيوانية زي الصوف والحرير طيب ليه بنقول الالياف السلولوزية زي القطنوكتان بنقول الالياف السلولوزية زي القطنوكتان لانه بيعتمد على الزراعة وبيعتمد بيطلع من النباتات عشان كده بنقول انه هو من الالياف السلولوزية وعشان نسبة كبيرة من المكون للقطنوكتان بتعتمد على مادة السلولوز اما بالنسبة للالياف الحيوانية زي الصوف والحرير فاحنا عارفين طبعا ان الصوف بينمو على الخراف والحرير بيعمله دودة الاز وتسعين في المية من تركبهم بيبقى بيعتمد على مواد بروتينية اما الالياف المعدنية زي الاسباتوس او اللي بيقولوا عليها الصوف الزجج بعد كده عندنا نوع تاني من الياف الصناعية زي الالياف الصناعية المحولة والالياف الصناعية المخلقة وممكن نقول عليها الياف الصناعية المحولة والالياف التركبية ليه بنقول الياف صناعية محولة؟ لأنها بتعتمد فيه الاصل على الاصل المواد الطبيعية يعني بتاخد بعض المواد الطبيعية زي مثلا بنقول ان احنا بناخد الوبر اللي بتطلع من القطن وبنعمل لها بنحط عليها بعض المواد التركبية او كيميائية المختلفة عشان نحصل على مادة او الياف صناعية من هذه او من هذا القطن زي مثلا زي ما بنقول الفسكوز والالياف الصناعية المخلقة او التركبية زي البولي امايد والبولي اكريليك والبولي استر وهنتكلم عنهم بالتفصيل لما نتكلم عن الالياف الصناعية المستعادة وهنقول ان معناها ان احنا بنحول المواد الطبيعية من الصورة التي كانت عليها الى الياف نسجية بالطرق الكيميائية المختلفة زي معالجة الياف السليوز زي ما بنقول اللي هو لب الخشب ومنعالجه بيه ريون الفسكوز والالياف الصناعية بتعتمد فيه مصدرها الاساسي على زيت البترول هو المصدر الاساسي او البترو كيمويات عمتا هي المصدر الاساسي للالياف الصناعية المركبة للمواد الخام وبتحضر من المواد الكيميائية البسيطة والمواد ده هي بتكون مع بعض مونيمرات وبعد كده المونيمرات ده هي بتتجمع مع بعضيها وبتكون حاجة اسمها البوليمر والبوليمر ده هو اللي بيبقى الناتج النهائي للالياف الصناعية المركبة عشان كده بنتكلم ان ليه بقى العالم عندنا اتجه الى الالياف الصناعية العالم عندنا اتجه الى الالياف الصناعية نتيجة النقص الحاد في الالياف الطبيعية وكمان نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة اللي منتشرة فيه العالم كله وبناء عليه بقى عندنا اقبال كبير قوي على الالياف الطبيعية وما بنقدرش او الزراعات ما بتقدرش اتغطي هذه الزيادة السكانية وبناء عليه اتجهنا إلى نوع من أنواع التخليق وصناعة الألياف التركبية والألياف المحولة في مجال الغزل والنسيج نيجي بقى للموضوع بتاعنا وهو الموضوع الأهم عندنا وهو عملية الطبيد يعني ايه عملية الطبيد؟ عملية الطبيد ايه هو الأول الغرض منها؟ الغرض من عملية الطبيد هو إزالة المواد الملونة الموجودة في الخامة إما بالأجسادة أو الإختزال والحصول على مادة بيضاء اللون طيب هل ده معناه أن المادة اللي احنا بنحصل عليها على أنها بيضاء اللون ده احنا في كل عمليات الطبيد بنبقى عايزين نحصل على مادة في الآخر بيضاء خالص؟ لا أحياناً بنعمل نصف طبيد لما بنكون أن احنا هنسبق به ألوان غمقاً فبنعمل نصف طبيد والنصف طبيد هنا الغرض منه أن أنا أزيل المواد الملونة بس ما بيبقاش الغرض منه أن أنا أحصل على لون أبيض النصر طبيعي هنا بزيل المواد الملونة سواء كان بالأكسادة أو بالاختزال فما بنيجي هنا هو قد بنقول مصطلحين مهمين أوي وهو مصطلح الأكسادة ومصطلح الاختزال أنا أتكلم عنهم بالتفصيل بس هنقول عليهم جملة كده مختصرة إيه هي فكرة بتاعة الأكسادة وهي فكرة الاختزال الفكرة بتاعة الأكسادة إن أنا بعمل إيه؟ باجي للمواد الملونة بعمل لها عملية تكسير وحولها إلى جزائيات صغيرة سهل إنها تدوف في الماء وسهل إن أنا أتخلص منها طيب إيه هي فكرة بقى الاختزال؟ الاختزال إن أنا باخد المواد الملونة داية وبحولها من الصورة بتاعتها إلى صورة أخرى الصورة الأخرى دي تبقى سهلة الزوابان في الماء وأقدر أتخلص منها بسهولة فنيجي نبص مع بعض كده على عملية الطبيد هنلاقي إن عملية الطبيد هي عملية ضرورية ليه؟ عملية ضرورية ليه؟ يعني إحنا محتاجينها ليه؟ لإزالة الشوائب ذات المصدر الطبيعي أو الصناعي العالقة في الأقمشة يعني مثلا بقع ممكن شحوم ممكن تبقى أساسا مواد ملونة موجودة في الخامة بصفة عامة عشان إيه الكلام دا هوت؟ عشان أحصل على بياض ناصع وصافي يمكن بسبقته وطبعته فيما بعد طيب أنا هنا هوت لما بحتاج ليه عملية الطبيد أنا كده كده هسبغ بلون طيب أحتاج عملية الطبيد بإيه؟ ليه؟ مدام أنا كده كده هسبغ بلون؟ أقول لك لا هنا في عندي حاجة مهمة جدا جدا وهي أن أنا بما أني هسبغ بلون فأنا لازم تبقى الخامة عندي بيضة عشان ما يبقاش فيها أي مواد ملونة تأثر على اللون اللي أنا هسبغ به إزاي؟ يعني لو نفترض أن احنا بنتكلم عن القطن مثلا وبنقول أن القطن بيبقى طبيعته كخامة بيبقى لونه سكري أو لونه كريمي كده فاللون الكريمي ده لو أنا جيت مثلا أسبغ لون أزرق لما أجأ أسبغه مش هلاقيه أزرق هلاقيه مخدر شويه ليه؟ لأنه تأثر به اللون السكري أو الكريمي ده فأثر على اللون اللي أزرق فعشان كده مش هديني اللون اللي أنا عايز وكذلك الأمر بالنسبة للطباعة عشان كده بلجأ ليه عملية الطبيض عشان أتخلص من أي مواد ملونة تعقني سواء كان في عملية السباغة أو الطباعة أو كمان تعقني في أن أنا محصولش على قماشة بيضاء اللون أو لونها أبيض ناصر نيجي نشوف الغرض من عملية الطبيض الحصول على خامة ذاتة لون أبيض والتخلص من الألوان التي علقت بالخامة تخلص من اللون الأصفر نتيجة التشغيل فيه الخامة لأنه طبعاً الخامة ما بتشتغل وبتحصل فيها عملية النسيج بيحصل لها أنها بيحصل لها نوع من أنواع الاصفرار نتيجة الاحتكاك المباشر للخام وفي حالة خلطة معالقافة الطبيعية وطلب سباغة تعتمد درجة البيض على حكتين عامل الطبيض والظروف التي بتجرى فيها عملية الطبيض ونوع الخام بس قبل ما بتكلم عن درجة البيض بتعتمد على إيه يهمني قوي قوي أنك لازم تعرف إيه هي النظرية اللي بتتبني عليها عملية الطبيض النظرية اللي بتتبني عليها عملية الطبيض إن أنا بقصر المواد الملونة اللي موجودة فيه الخامة أو فيه المناطق المتبلرة فيه الخامة وعيد تكوين هذه المناطق عن طريق تكوين روابط هيدروجينية جديدة يبقى أنا بقصر المواد دهية أو الروابط الهيدروجينية فيه المناطق المتبلرة فيه الخامة وقصرها وعيد تكوينها عن طريق إن أنا بكون روابط هيدروجينية جديدة يبقى بعيد ترتيب المناطق المتبلرة والغير متبلرة اللي موجودين في الخامة إزاي؟ عن طريق إن أنا بكسر الروابط الطبيعية اللي موجودة ما بينهم أو الروابط الهيدروجينية اللي موجودة ما بينهم وكون روابط جديدة وده بيأثر على المواد الملونة اللي موجودة في الخامة وخليني قدر اتخلص منها بالسهول لكن درجة البياض لما بقى اجي احصل عليها بتعتمد على تلات حاجات الحاجة الاولانية هي نوع الخامة يعني نوع الخامة اللي انا بحصل عليها دهيت بتأثر لي في درجة البياض يعني في بعض الخامات مهما وصلت بيها لدرجة بياض ما توصلش لي البياض الناصع بيبقى لها لوم ابيض فعلا بس البياض بتاعها ما بيبقاش ناصع يعني الكتان ما بيديش نفس درجة البياض بتاعة القطن عشان كده دايما ما بنلاقيش اقمشة كتانية بيضاء بشكل كبير لكن البيض بتاع القطن البيض بتاعه بيض ناسا طب هل الكتان ما بيتبيضش؟ لا بيتبيض لكن درجة البيض بتاعته ما بتبقاش قوية بنفس قوة درجة البيض بتاعت القطن فنوع الخامة بيفرق معايا طب نوع الخامة هيفرق معايا في ايه كمان؟ هيفرق معايا في ان انا اختار الطريقة المناسبة لعملية الطبيض كمان من العوامل اللي بتأثر فيه عملية الطبيض هو عامل الطبيض نفسه اللي أنا بستخدمه يعني أنا هل بستخدم عامل مؤكسد ولا عامل مختزل طيب نيجي هنا لازم نعمل فيه ربطة ما بين عامل الطبيض اللي أنا بستخدمه والنوع الخامة اللي أنا بستخدمها يعني فيه بعض المواد ما بتفضلش إنها تتبيض بيعوامل مؤكسدة زي مثلا الصوف الصوف بيفضل إنه هو يتبيض بيعوامل مختزلة لكن مثلا القطن بيحب يتبيض بيعوامل مؤكسدة يعني نقدر نقول ان ماء الاكسوجين من افضل المواد اللي بتستخدم فيه طبيعيض القطن لكن البلانكت من افضل المواد اللي بتستخدم فيه طبيعيض الصوف طب هل فيه صوف بيتبيض بماء الاكسوجين؟ اه فيه صوف بيتبيض بماء الاكسوجين لكن درجة بياضه ما بتبقاش افضل حال لانها احيانا في بعض القلويات اللي موجودة اللي بنستخدمها فيه ماء الاكسوجين ممكن تأثر على متانة الخمة بتاعة الصوف فنوع عمل الطبيض من العوامل اللي بتأثر على عملية الطبيض او درجة البيض كمان الطريقة اللي انا بستخدمها في عملية الطبيض وظروف اللي بتجرى في عملية الطبيض الظروف اللي بتجرى في عملية الطبيض هنا هوت مش بتكلم عن الطريقة بس انا بتكلم عن المكينة اللي انا بستخدمها سواء كنت انا بستخدم المكينة ده هيت ببيض على اخماش مفروض العرض او مضموم العرض ببيض في مكينة حديثة او مكينة قديمة ايه هي درجات الحرارة اللي انا بشتغل عليها ايه هي القلويات او الاحماض اللي انا بضيفها. نوعية المواد دي ايه? نوعية المواد الطبيضة اللي انا بضيفها ايه? هل الظروف بتساعدني ولا لا? هل المواد ده هي مناسبة للطريقة اللي انا باستخدمها ولا لا? وكمان عندي عامل مهم جدا 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 من العوامل اللي بتأثر على درجة البياض وهي التكلفة الاقتصادية. وخلينا انتفق ان التكلفة الاقتصادية من العوامل السبتة معانا تقريبا في كل عملية احنا بنعمل. يعني سواء كنا بنكلم عن سباغة سواء فالتكلفة الاقتصادية من العوامل اللي بتأثر علينا في الحصول على الدرجة اللي انا عايزها والشكل اللي انا عايزه نيجي نخش النقطة تانية مهمة معنا النهاردة وهي المواد المستخدمة فيه التبييد وبنتكلم عن المواد المستخدمة فيه التبييد اللي هي المواد المختزلة والمواد المؤكسدة هنتكلم عن المواد المختزلة والمواد المختزلة اللي هنا هو بتعتمد على ايه بقى؟ تعالوا احنا اتكلمنا قلنا ان المواد المختزلة داية انها بتحول المادة من صورة الى اخرى يعني المواد المختزلة بتحول المادة الملونة من صورة إلى أخرى ممكن أتخلص منها بسهولة لكن عايزين نتكلم على أن المواد المختزلة دهية ايه التفاعل الكيميائي بتاعها وبتشتغل ازاي؟ المواد المختزلة بتعتمد على تفاعل المادة مع الماء وبينطلق الهايدروجين الذي يقوم بعملية الاختزان يبقى المواد المختزلة بتعتمد على ايه؟ على تفاعل المادة بتاعتي مع الماء وبينطلق الهايدروجين الذي يقوم بعملية الاختزان بالنسبة للمواد المختزلة دهية بتبقى موجودة وبتقوم بقى الهيدروجين اللي بيقوم بعملية الاختزال ده بيبدأ ياخد المواد الملونة اللي موجودة فيه الخامة ويحولها الى مواد عديمة اللون وسهل ان انا اتخلص منها من الخام زي ايه المواد المختزلة؟ عندي المواد المختزلة زي هيدروسلفيت السوديوم وهيدروسلفيت السوديوم بيقولوا عليه في الصناعة اسمه الهيدرو يعني في الصناعة ما بيقولوش عليه هيدروسلفيت السوديوم لكن بيقولوا عليه هيدرو لكن الاسم العلمي ليه هو هيدروسالفيت السوديوم وده مسحوق لا لون له لكن بيزوب بسهولة في المية وبيبقى ريحة البيض الفاسد هيدروسالفيت السوديوم بيبقى بيتميز ان هو ريحة البيض الفاسد بعد كده من المواد المختزلة اللي عندي زي ساني اكسيد الكابريت ساني اكسيد الكابريت من المواد المختزلة اللي انا بستخدمها في عملية الطبيب تعالوا نشوف كده ازاي بقى بيتفاعل ساني اكسيد الكابريت مع المية لو لاحظنا ان هنا S O 2 S O 2 ده هوت اللي هو ساني اكسيد الكابريت 2 يعني ساني O الاكسيد اللي هو رمز للأكسوجين والكابريت الرمز بتاعه ال S فبنقول ساني اكسيد الكابريت لو تفاعل مع جزئين من المية اللي بيحصل بيكون حمض الكابريتيك وبينطلق الهايدروجين الذي يقوم بعملية الاختزال وهنا بقى لينا الوقف اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها بنقول ان في بعض الالياف لا يفضل تبيضها بمواد مختزلة زي القطن ليه بقى؟ هنا اجابة السؤال بتاعت ليه ما بيفضلش تبيض القطن بالمواد المختزلة لان هنا حضرتك لو شفت بصيت لقيت النساني اكسيد الكابريت لما بيتفاعل مع المية بيكون حمض الكابريتيك وحمض الكابريتيك ده اللي هو معروف في الصناعة باسم مية النار ده بيعمل ايه؟ ده بيأثر على متانة القطن بيأثر على متانة القطن وبيدوب القطن وبناء عليه ما بيفضلش ان انا استخدمه في عملية الطبيض لان ده معناه هيعمل اسفرار وهيعمل بيأثر على متانة او يدوب القطن حتى لو استفدت من الهايدروجين اللي هيقوم بعملية الطبيض لكن ايه فايدته والقطن عندي دايب او متانته مش مزبوطة نيجي نخش النقطة تانية عندنا وهي المواد المؤكسدة والمواد المؤكسدة هنا بتعتمد على ايه بقى؟ بتعتمد على ان المادة بتتفاعل مع المية وينطلق الاكسوجين الذي يقوم بعملية الاكسدة وهنا اللي ما بنتكلم عن عملية الاكسدة هي عملية تكسية حتى لو خدنا بالنا ان الاكسوجين ده بيستخدموه في اللحام او في التقطيع نتيجة ان هم بيقطعوا بالاكسوجين او بالاكسدة فعشان كده بنستخدم بنستغل احنا بقى الاكسوجين ده هوت بس طبعا مش بنفس القوة مش بنفس الدرجة بنستغل الاكسوجين ده هوت فيه ان احنا بنعمل عليه ان هو بيقوم بعملية تكسير المواد الملونة اللي موجودة في الخامة وتحويلها الى مواد عديمة اللون وسهلة الزوام في المية وسهل ان انا اتخلص منها يبقى نعيد تاني مع بعض المواد المؤكسدة هي تلك المواد التي تتفاعل مع الماء وينطلق منها الاكسوجين الذي يقوم بعملية الاكسدة والذي يقوم بعملية التخلص من المواد الملونة اللي موجودة في الخامة والموضوع ده يا شباب بيتعتمد معي على طريقتين هنبص عليهم كده مع بعض الطريقة الاولانية مثلا زي كده لو احنا اعتبرنا ان الكلور كعامل مؤكسد تفاعل مع المية هيتكون حامض اتش سي ال والاكسوجين الذي يقوم بعملية الاكسدة بس ناخد بنا من حاجة مهمة جدا ان اتش سي ال هنا حامض وبناء عليه برضو ممكن يأثر على متانة الخامة فعشان كده لو انا استخدمت في عملية الطبيض يبقى لازم استخدمه بدرجات قليلة ما ينفعش استخدم القولور بدرجات او بكميات كبيرة عشان كده القولور لما يجي ابيض بيقط لازم استخدم منه كميات صغيرة لكن لو جينا قلنا التحلل الكيميائي ليه ماء الاكسوجين هنلاقي ان التحلل كيميائي الماء الاكسوجين هينطلق الاكسوجين اللي بيقوم بعملية الاكسادة ويديني جزء مية. وبما انه بيدينا جزء مية ده معنا ان هو مش هيأثر على متانة القطن. عشان كده افضل انواع الطبييد ليه ماء آآ للقطن هو ماء الاكسوجين. يبقى افضل انواع الطبييد للقطن هو ماء الاكسوجين. فنبص كده مع بعض ان احنا بنقول اهو عندنا ماء الاكسوجين لو ماء الاكسوجين. لو تحلل. بيتحلل طبعا في وجود قلوي لان ماء الاكسوجين اول ما بييجي قلوي بيحصلوا عملية تحلل سريعة. عشان كده دايمة باستخدم معاه مادة سيليكات السوديوم. عشان اهد شوية من التفاعل بتاعه. واعمله عملية تسبيت ما يتحللش بسرعة. عشان ما يأثرش على متانة الخامة الاكسوجين لو انطلق بقوة كبيرة. ممكن يأثر على متانة الخامة. فعشان كده باستخدم معاه سيليكات السوديوم. فبنحط اتش تو او تو. وبنحط با اما بيتحلل بيلاقي ان هو بيديني جزء مياه واكسجين. طبعا جزء الميا ده امن تماما. ما بيأثرش على متانة الخامة. والاكسجين هنا هو اللي بيقوم بعملية الاكسادة. وهو اللي بيتخلص من المواد الملونة اللي موجودة في الخام. طيب تقسيم المواد الم واكسادة للطبيض عندنا نوعين من انواع المواد الماكسادة اللي بتقوم بعملية الطبيض. احنا كنا بنتكلم عن المواد المختزرة. هنرجع مع بعض كده نرجع بالذاكرة قلنا كنا بنقول ان المواد المختلفة اللي احنا السعيلين عليها من شوية ان احنا زي هيدروسالفيت السوديوم وقلنا ثاني اكسيد الكابريد هنا عندنا نوعين هي مركبات الكلور زي هيبوكلوريت الكالسيوم وهيبوكلوريت السوديوم وكلوريت السوديوم يبقى عندنا هيبوكلوريت السوديوم وكلوريت السوديوم وكمان هيبوكلوريت الكالسيوم واللي كنين بنستخدمهم في عملية الطبيض ومركبات الاكسوجين زي ماء الاكسوجين او بيتقال عليه في الصناعة فوق اكسيد الهايدروجيد نبص بقى مع بعض احنا اتكلمنا عن انواع الطبيض وكلمنا عن المواد المؤكسدة وكلمنا عن المواد المختزلة وقلنا تأثيراتهم هنبص مع بعض عن طبيض الالياف الصناعية ودي بقى الحاجة اللي يمكن طبيض عن الالياف الطبيعية والمواد المؤكسدة والمختزلة احنا خدناهم السنة لفتت مع بعض لكن احنا كنا بنعمل بس مراجعة كده سريعة عليهم لكن الاساسي بقى معنا وطبعا التانيين دولت معنا برضو لكن احنا متعودين عليهم ومفروض ان احنا حفظينهم وفاهمينهم كويس قوي لكن الجديد علينا السنة دي ان احنا بنتكلم عن طبيض الالياف الصناعية طبيض الالياف الصناعية او طبيض الخامة بواسطة الكولوريد السوديوم في وسط حمدي يحضر زي ما بنتكلم عن طبيض الالياف الصناعية هنبدأ عن طبيض الياف البوليستر طبعا البوليستر بقى بيستخدم بكسرة كبيرة جدا 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 في العالم دلوقتي ويعني تقريبا غالبية الأخمشة اللي بتستخدم حاليا لو ما كانش البوليستر موجود فيها هو المادة الأساسية بيبقى مادة مخلوطة في الأخمشة عشان لما يكسبوا من الخامة من صفات كبيرة جدا بنستفيد منها زي مثلا ان هو بيحافظ على ان الخامة بتكرمش بسهولة بينخلي الخامة ما تمتصش رطوبة بسهولة وبيديني شكل جمالي جيد جدا فالبوليستر من الخامات اللي بتنتشر كتير جدا جدا في العالم وعشان كده ابتديني نتكلم عنه وهنتكلم عن طبيض الخامة بواسطة الكولوريز السوديوم في وسط حمدي وعايزين نتكلم عن حاجة مهمة قوي بس قبل ما نتكلم عن طبيض اليافول بوليستر لازم نتكلم في حاجة مهمة عمتا لما نيجي احنا بقى كبيرنا ما بقناش لف اولة ولا فتانية احنا بقنا خلاص وصلنا للصف الثالث يعني احنا ناس فهمة كويس قوي يعني احنا ناس بنقاهل نفسنا ان احنا نخرج ونشتغل في الصناعة فلازم نبقى فاهمين ازاي بنشتغل لازم وده مهم جدا جدا ليك وانت جاي قاعد بتزاكر بتشتغل على المادة بتاعت العمليات بالذات لازم تبقى حاطت في دماغك شوية حاجات مهمة جدا جدا وانت بتشتغل على المادة دهية اولا طبعا لازم تبقى حاطت في دماغك اللي امتحان وما فيش شك فيه لكن كمان لازم تبقى حاطت في دماغك انك انت بعد اشهر قليلة او نقدر نقول بعد ايام قليلة هتتخرج وهتروح تشتغل في الصناعة. فلازم تبقى عارف ازاي بتشتغل. فاهمني اوي 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 لازم تبقى فاهم ايه هو الحمام بتاع الطبيب بتاعك. يعني ايه حمام الطبيب? يعني ايه هي المكونات اللي انا هشتغل عليها? يعني انا لما اجيب علبة كده قدامي وحط المكونات ده هيته وحط فيها قماشة عشان ابيض هتتبايد. او لما اجيب علبة قدامي احط مكونات على بعضيها. واجه اسبوها تتسبغ. فلازم ابقى عارف كوي اوي اوي ايه هي المكونات اللي انا هحطها في حمام بتاعي. سواء كان حمام طبيض او حمام سباغة او حتى معجوم بتاع طباعة. يبقى لازم ابقى عارف ايه هي المكونات بتاعة الحمام بتاعي. طيب لازم ابقى عارف المكونات بس لا. ده انا لازم ابقى عارف كمان المكونات ولازم ابقى عارف النسب بتاعة هذه المكونات. يعني انا بقول مسلا ان انا هشتغل تلاتة جرام لكل لتر ده معنا ان انا كل ما يبقى عندي لتر مية احط له تلاتة جرام من المادة بتاعتي. طيب هشتغل مسلا عشرة في المية عشرة في المية ده معنا ان انا هشتغل على وزن الخام. فنقول لو انا عندي ميت كيلو يبقى انا هحط لهم عشرة كيلو من المادة بتاعتي. يبقى انا لازم ابقى عارف كويس اوي 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 ايه هي مكونات الحمام بتاعتي وايه هي النسب اللي انا بتكلم عليه. طيب هل ده بس? لا. ده انا لازم كمان ابقى عارف الزمن اللي انا هستخدم فيه العملية بتاعتي. كمان لازم ابقى عارف درجة الحرارة اللي انا هشتغل عليها. لازم ابقى عارف ترتيب المواد. اني مادة هضفها قبل ميد. فكل الحاجات ده هي ات مهمة جدا انا بقولها قبل ما بنتكلم عن المكونات بتاعت الحمام لان الموضوع ده هيبقى سهل علي اوي لو انا فاهم الحاجات الاساسية ده هي. ايه هي? ان انا لازم ابقى عارف مكونات الحمام. النسب بتاعتها والنسب دي بتتحطي بناء على ايه? وكمان النسب ده هتفدني في مادة تانية اللي هي مادة التخطيط اللي احنا بنتكلم عنها. او هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقات تانية. لكن احنا لازم ابقى عارف المكونات بتاعت الحمام. النسب بتاعتي تشغال ازاي? هحط مين الاول ومين بعديها وهحطوا بعديه بقد ايه? على فكرة مين بعديها بقد ايه ده مهم جدا. يعني لازم ابقى عارف التوقتات او الفروق ما بين المواد هحط امتى? بعديها بقد ايه? ده حاجة. الحاجة التانية لازم ابقى عارف الزمن بتاع العملية بتاعتي. لازم ابقى عارف درجة الحرارة اللي انا هشتغل عليها. لازم ابقى عارف هرفع درجة الحرارة دي امتى? لازم كمان ابقى عارف الوسط اللي انا بشتغل فيه. يعني لازم ابقى عارف درجة درجة عندي هشتغل في وسط حامدي. يعني ده معناه ان انا هشتغل في من سبعة او هشتغل في وسط قاعدة. يعني ده معنى انا هشتغل في اكبر من سبعة او هشتغل في وسط آآ متعادل. ده معنى ان البي اتش بتاعتي سبعة. وايه المواد اللي بتزبط درجة البي اتش دي? عشان لما انا بعد كده اتخرج وابقى موجود في الصماء او هلاقي درجة البي اتش فيها تغيير اعرف ايه المادة اللي انا اضيفها عشان ازبط درجة البي اتش زي ما انا عايز. فنخش بقى مع بعض كده عن طبيض الياف البولي استر بوسطة الكولوريت السوديوم فيه وسط حمدي وايه هي مكونات الحمام بتاعتي? اول حاجة هحط من تلاتة لخمسة جرام لكل لتر كولوريت سوديوم. يبقى انا ده معنى ان انا لو انا عندي لتر مية يبقى انا هحط له من تلاتة لخمسة جرام كولوريت سوديوم. يبقى انا ده معنى ان انا لو عندي لتر مية هحط له من تلاتة لخمسة جرام ايه? كولوريت سوديوم. تركيزه تمانين في المية. يعني ايه تركيز تمانين في المية. يعني درجة التركيز بالنسبة للمية تمانين في المية. يعني الاول وده مهم جدا عشان نبقى فاهمين الحتة ده هي. ما باجه اتكلم عن تركيزه تمانين في المية يعني معنى ايه? يعني معنى مسلا لو انا نفترض ان انا عندي كوباية وكوباية دهيت حطيت فيها شاي. فانا حطيت في كوباية دهيت معلقتين شاي. وبعد كده خدت من الكوباية دي خمسة سنتي. يبقى انا خدت من الكوباية ايه? خدت من الكوباية خمسة سنتي. يبقى الكمية اللي انا خدتها خمسة سنتي. لكن تركيزها ايه? معلقتين شاي للكوباية. فعشان كده بنقول ده مثال بسيط كده عشان نوضح لك يعني ايه تركيزه تمانين في المية. فايه ما وضوع بقى تركيزه تمانين في المية ده? يعني ده معنى ان انا جبت آآ ميت آآ لتر مية وحطيت فيهم تمانين آآ كيلو او تمانين لتر كولوريت سوديوم. يعني انا جبت كولوريت سوديوم صافي اللي هو تركيزه مية في المية وجبت مية لتر مية وحطيت تمانين كولوريت سوديوم. يبقى نسبة المية للكولوريت قد ايه? عشرين لتمانين. يعني انا عندي عشرين مية وتمانين كولوريت سوديوم. طب وبعدين بعد ما حطيت التمانين بتوع كولوريت سوديوم دولت وحطيت العشرين بتوع المية فبقى كده مية في المية. يبقى انا حطيت التمانين بتوع كولوريت سوديوم والعشرين بتوع المية. حلو? هسحب منهم بقى خمسة جرام لكل لتر. يعني كل ما حط بقى لتر محلول بتاع الطبيب بتاعي مية هاسحب خمسة جرام واحطوهم في المحلول بتاعي. يبقى انا كل ما يبقى عندي لتر مية اسحب خمسة جرام كلوريت سوديوم. اللي هو كان تركيزه كام? تمانين في المية. يعني ايه تمانين في المية? يعني حطيت عشرين مية وحطيت تمانين كلوريت سوديوم. وسحبت منهم خمسة جرام لكل لتر مية للمحلول اللي انا هعمل عليه عملية الطبيب. المحلول بتاع الطبيب. لكن التركيز بتكلم عن الكولوريت الاول قبل ما اسحب منه الكيميات اللي انا عايز. فنيجي بعد كده هنحط كمان واحد جرام لكل لتر مادة مبللة غير انيونية. بقول واحد آآ جرام لكل لتر مادة مبللة غير انيونية. ليه بقول غير انيونية? عشان البوليستر عندي عنده شحنة. او شحنات كهربائية. فانا محط مادة غير انيونية ده معنا انها مادة غير مشحونة او ليس لها شحنة. اه ما لهاش شحنة ولا موجب ولا سالب. وبناء عالية مش هيحصل ما بينها تنافر ما بين ها وما بين البوليستر. فتقدر تجزب المية للبوليستر وتساعد في عملية البلد. فعشان كده بحط مادة غير انيونية في عملية تبييد البوليستر. يبقى احنا في عملية تبييد البوليستر. بحط تلاتة لخمسة جرام لكل لتر كولوريت سوديوم. التكيس بتاعه تمانين في المية. واحد جرام لكل لتر مادة مبللة غير انيونية. طبعا دي بنضبط درجة البي اتش عندي تلاتة بواسطة حامض الفورميك او حامض الفوسفاريك او حامض الاكزاليك. التلاتة طبعا دي درجة حامضية عالية مش درجة حامضية قليلة. اه بنزبطها ازاي بنحط حمض الفورميك او حمض الفوسفاريك او حامض الاكزاليك. وحمض الفورميك حامض قوي. فعشان كده بيخلي درجة البي اتش بتاعتي بتوصل ليه تلاتة بي اتش. وبعد كده بعالج الخامة في حمام عند درجة حرارة سبعين لتمانية وتسعين درجة مقوية للمدة تتروح من نص الى ساعة. هنا بقى الحتة المهمة. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن المواد اللي احنا استخدمناها اللي هي كولوريت السوديوم. واتكلمنا عن المادة المبللة اللي موجودة عندي. وقلنا ان المادة اللي هزبط بها درجة البي اتش هو حمض او حمض الفسفاريك. يبقى احنا كده عرفنا مكونات الحمام بتاعي. يبقى مكونات الحمام بتاعي. وعرفنا كميات بتاعته. وآآ مادة المبللة. وعرفنا كميات بتاعتها. وعرفنا هنزبط درجة البي اتش زي بوسطة حمض الفسفاريك. آآ او حمض الاوكزاليك. وعرفنا بقى بعد كده بعد ما عرفنا الكلام ده كله. نشوف بقى احنا هنشتغل عند درجة حرارة كام. هنشتغل عند درجة حرارة من سبعين لتمانية وتسعين درجة مقوي. وفي الالياف الصناعية بالذات غالبا غالبا في الصناعة. الالياف الصناعية دايما قبل ما بيعملوا عملية آآ الطبيض او عملية اللي بتوصل لها الالياف الصناعية سواء كان طبيض او سباغة. سواء كانت الياف الصناعية آآ سكة يعني لوحدها. او الياف الصناعية مخلوطة. دايما بيعملوا عملية اسمها عملية التسبيت الحراري. ليه العملية التسبيت الحراري? عشان درجة الحرارة ما تأثرش على الخامة. فبيسبتوا الخامة بدرجة تسبيت الحرارة. فدرجة الحرارة انا بشتغل عليها من سبعين لثمائين وتسعين درجة مقوية والمدة بتتراوح من نص الى ساعة. من نص الى ايه ساعة? يبقى احنا عرفنا الزمن قد ايه? عرفنا درجة الحرارة قد ايه? عرفنا درجة البي اتش قد ايه? عرفنا مكونات الحمام بتاعتي قد ايه. كده انا بقى بالنسبة للموضوع بقيت مؤهل ان انا اخش في الصناعة او اخش داخل مصنع واخد القماش وابيضه بناء على كميات المواد اللي موجودة معايا والطريقة اللي انا هشتغل بيها ودرجة الحرارة والزمن اللي انا هشتغل فيه. نخش على نقطة تانية وهي تبييد الياف البولي اكريلك. الياف البولي اكريلك دي هي حبة بيضة وهي خام تكون غالبا لونها اصفر او كريمي لانها تتسخ اثناء التشغيل. والبولي اكريلك هو شبيه للصوف. البولي اكريلك هو شبيه للصوف. فهنشوف مع بعض كده ايه هي المواد اللي احنا بنقدر نبايد بيها الياف البولي اكريلك. بتبايد الياف البولي اكريلك بكلوريت السوديوم تركيزه 80% ونيترات سوديوم وماد الطبيض مساعدة عشان نقدر نشتغل بيها. طيب كلوريت السوديوم اللي هو تركيزه 80% بنحط قد ايه منه? بنحط من اتنين لخمسة جرام لكل لتر. وخلص بقى احنا بقينا عارفين. يعني ايه تركيز تمانين في المية? ويعني ايه? من اتنين لخمسة جرام لكل لتر. كولوريت سوديوم. وبنحط نطرات سوديوم من اتنين لاربعة جرام لكل لتر. بنحط من اتنين لاربعة جرام لكل لتر نطرات سوديوم. تمام. مادة طبيعية مساعدة عندنا عند درجة حرارة تمانية وتسعين درجة مقوية. وبناخد هنا وقت شوية عشان احنا بناخد من من زمن بيبقى من ساعة الى تلات ساعات. يبقى احنا بنحط ايه المواد بتاعتنا? كرويت سوديوم تركيزه تمانين في المية. اتنين لخمسة جرام لكل لتر. نيترات سوديوم كماد طبيض مساعدة. من اتنين لاربعة جرام لكل لتر. وماد طبيض مساعدة عند درجة حرارة تمانين وتسعين درجة مقوية. والزمن من ساعة الى تلات ساعات. بيكون طبيض هنا غير سابت ويصفر بسرعة ويمكن تحسين ذلك بخفض القص الهيدروجيني ورفع درجة الحرارة. طيب. هنا ليه بنتكلم عن خفض القص الهيدروجيني ده معنا ان احنا هنوصل الدرجة للحامدية. واحنا لسه كنا بنقول من شوية دلوقتي اللي احنا بنقول ان البولي اكريلك شبيه للصوف. وانا للصوف ما بيتأثرش بيه الاحماض. فعشان كده لو خفضنا القص الهيدروجيني واحنا بنبيض البولي اكريلك مش هيحصل اي مشكلة ونرفع درجة الحرارة. ليه الكلام دوت? عشان نحصل على بياض ناتج غير سابت وبيصفر مع مرور للوقت. فاحنا عايزين نحسن الموضوع ده. فنحسن الموضوع ده ازاي? بان احنا نرفع درجة الحرارة ونقلل القص الهيدروجيني. طيب. نخلي بالنا ان ده ممكن يجينا فيه علل في الامتحان يقول لك بيكون طبيض الناتج غير سابت وده نعالجه ازاي? او علل الطبيض بيبقى غير سابت بنقول لان احنا ما خفطناشر القص الهيدروجيني ولا رفعنا درجة الحرارة. بعد كده نيجي نبص على طبيض الالياف البولي امايد او طبيض الياف النيلون. طبيض الياف البولي امايد او النيلون بيستخدم فيها كولوريت السوديوم عند طبيض الياف البولي امايد وده بيستخدم فيه من واحد لتلاتة جرام لكل لتر كولوريت سوديوم. والتكيز بتاعه بيبقى تمانين في المية ودرجة القص الهيدروجيني تلاتة باستخدام برضو خلاص بقى احنا بقنا حفزين حمد النيتريك او الفسفوريك او حمد الفرميك ودول هما اللي بيزبطوا لي درجة الاستر الهيدروجيني عند تلاتة عفوا ودرجة الحرارة من اربعين لستين درجة مقوية لمدة تمانين دقيقة. تمانين دقيقة يعني احنا تقريبا بنتكلم في ساعة وتلت. يعني من ساعة وتلت لساعة ونص. بنستخدم فيها تفميض الياف البولي امايد. خلي بالك ان في البولي اكريليك قعدنا من ساعة تلت ساعات. في البولي استر قعدنا من نص لساعة. في البولي امايد قعدنا تقريبا ساعة ونص. عند درجة حرارة كام? عند درجة حرارة من اربعين لستين درجة مقوية. ودرجة الاستر الهيدروجيني بتاعتنا تلاتة وتركيز الكوروريتي نوة تمانين برضو في المية. ايه بقى الاحتياطات الامن الصناعي اللي لازم ناخدها عندما نقوم بعملية الطبيط. لازم في بعض الاحتياطات نخلي بالنا منها كويس قوي قوي ان احنا بنقوم بعملية الطبيط تخلي بالنا ان احنا بنقوم بمواد قوية والمواد ده هيت ممكن تأثر على هدومك وممكن تأثر على جسمك لانها مواد حامضية والمواد الحامضية طبعا مواد حرقة ممكن تحرق آآ جلدك وتسيبك ببعض الحروق لقدر الله. فهنحتاج لي بعض الاحتياطات عشان نقدر نتغلب عن هذه آآ مشاكل اللي ممكن تقبلنا في عملية الطبيط. اول حاجة لازم نلبس قفازات واحظائية واقية عند التعامل مع ماء الاكسجين لان تأثيره كوي على الجلد. وعلى فكرة القفازات والاحظائية الواقية ما يفضلش يعني ان انا لبسها مع ماء الاكسجين بس. لأ ده انا يفضل ان انا لبسها مع جميع المواد الكيميائية. لازم يفضل ان انا البس قفازات واحظائية واقية ويمكن في بعض المصانع او يمكن غالبية المصانع اللي بتتابع اشتراطات الامن الصناعي كلها ما بتدخلش العامل المسبغة او المبضعة إن لما بيكون لابس في إيديه قفزات وأحزائي واقية خوفا عليه من أنه يتعرض لأي تأثير من تأثيرات المواد الكيميائية ويمكن أي عامل بي يقلع هذه القفزات أو ما يكونش لابسها بتعرض إلى جزء شديد جدا تاني حاجة عند تخفض الأحمد المركزة المستعملة يضع إضافة الحامد إلى الماء وليس الماء إلى الحامد ودي مشكلة يمكن في كتير من الناس بتقع فيها أن أنا لما باجي أخفف حامد بضيف الماء إلى الحامد يعني بحط الحامد آه أنا عندي الحامد هو بتاعي جايبه لزازة أنا عايز أخففه فرح حطت عليه ماء لو حطت عليه ماء ده ممكن يعمل الانفجار لكن عشان أبقى آمن لازم أحط الماء وحط عليها الحامد ليه لأن الماء لما بتتحط الأول وبعد كده أحط عليها الحامد ده بيقلل من أو بيقلل من حدة الحرارة اللي ممكن تتولد نتيجة احتجاك الماء والحامد والتفاعلات اللي بتحصل ما بينه لكن الحامد هو الأساس وحطت عليه ماء هبصة ليه الهايدروجين والاكسوجين اللي موجودين عندي ممكن يعملولي عملية انفجار نتيجة تحللهم القوي لنسبة وجود الأحمد في آآ أو النسبة وجود الأحمد بشكل كبير لكن ما كنت أحط الأحمد الماء الأساس والحامد هو اللي عليها ده ما يقصرش علي أو يعمل لي أي مشاكل تاني عامل عندي وهو يفضل طبعا لبس الكمامات الخاصة في مكان العمل وذلك إذا لم تكن التهوية كافية لأن معظم الأبخرة والغازات مصعدة من مواد طبيعية ضرة جدا بالجهاز التنفسي طبعا احنا دلوقتي حاليا يعني بقنا بنلبس الكمامة في كل وقت وفي كل مكان تقريبا في البيوت في الشغل في أي مكان بنبقى لابسين الكمامة نتيجة ظروف كورونا لكن في المصانع بالذات بيلبسوا الكمامة في مكان العمل لإني فيه غازات وإيه ابخرة ضرة جدا يمكن اقوى بقى من من الكورونا لما بتتصاعد ويتخش الجهاز التنفسي او تسيب الجهاز التنفسي بشكل مباشر بيعمل مشكلة للجهاز التنفسي عشان كده بيفضل ان الاماكن اللي بقوم فيها بعملية الطبيعية او السباغة بصفة عامة او استخدام مواد كيميائية بدرجات حرارة عالية لازم تكون جيدة التهوية بشكل كبير جدا مع كمان الالتزام بلبس الكمامات في اسناء التشغيل. يجي لي عملية مهمة جدا وهي عملية السباة. يبقى احنا كده كنا بنتكلم عن عملية الطبيعي نرخصها كده مع بعض. بنتكلم عن عملية الطبيعي تكلمنا في عملية الطبيعي عن طبيعي الألياف الصناعية. وكلمنا في عملية الطبيعي عن طبيعي آآ طبيعي الألياف ايه هو انواع الطبيعي عندنا طبيعي بالمواد المؤكسدة. طبيعي بالمواد المختزلة. وعندنا ازاي ايه هي المواد المؤكسدة وايه هي المواد المختزلة? وقلنا ان المواد المؤكسدة هي الموادات اللي بتتفاعل معها المية وبيمطلق الاكسجين اللي بيقوم بعمليات الاكسادة. والمواد المختزلة اللي بتتفاعل معها المية وبيمطلق الهيدروجين اللي بيقوم بعمليات الاختزال. وتكلمنا ازاي نبيض الياف البولي استر. وكلمنا عن طبيعيض الياف البولي اكريلك. وكلمنا عن طبيعيض الياف البولي امايد. ودي كلها الياف تركيبية. وعرفنا ازاي نبيض كل واحد فيهم في وجود كولوريت السوديوم. وعرفنا ازاي نبيضهم في وجود الحامض. وعرفنا ايه درجة الحرارة اللي بنشتغل عليها في ده وفي ده. وبعد ده. وعرفنا ايه هي درجة اللي احنا بنشتغل عليها. هنخش بقى له عملية مهمة جدا جدا عندنا النهاردة. ناخد كده جزء صغير وهي تعارف بيها. وهي عملية السباغ. هنتكلم عن سباغة الالياف المستعادة او الالياف اللي هي التركبية. وبنقصد بالالياف النصف الصناعية او المستعادة دي بنقصد بها الالياف التركبية وهناخد اهم يعني يمكن نقول نقدر نقول من اهم الالياف المستعادة او ان احنا بناخد بنعتمد فيها على اصل طبيعي وهو ريون الفسكوز وبنعتمد فيه على اصل طبيعي اللي هو لب الخشب او السليلوز اللي بنعمله عملية تحوير عشان نحصل على ريون الفسكوز وريون الاسيتات. طيب الكلام ده بقى بنعمله ازاي? او بنسبغه ازاي? بنسبغ الالياف دي ازاي? هنشوف مع بعض كده. طبعا لاني القطن والفسكوز اللي اتنين تعتبروا من اصل واحد فالاسباغة اللي بتمشي مع القطن زي السباغات المباشرة والنشطة والسباغات الاحواض التلاتة برضو ينفع يمشي مع سباغة الفسكوز. نشوف مع بعض كده. عندنا طريقتين في سباغة الفسكوز. اول طريقة وهي بالسباغات المباشرة. يبقى احنا كده هو هناخد اول سباغة معانا النهاردة وهي السباغة بالسباغات المباشرة لالياف الفسكوز. نبقى انا الياف الفسكوز عندي ازبغة بسباغات مباشرة. عندنا طريقتين فيهم. ايه هما بقى? الطريقة الاولانية هي طريقة الغمر والتكفيف والطريقة التانية هي السباغة بالاستنفاذ. نشوف طريقة الغمر والتكفيف وزي ما قلنا مع بعض كده اهم حاجة لازم مهمة جدا 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 معانا ان احنا نشوف مكونات الحمام. التركيز المطلوب طبعا اهم حاجة بنقول عليها فيه تركيز اللون. وهنا دايما آآ ليه تعليق مهمة قوي قوي? اني لما بتكلم عن تركيز اللون دايما في تركيز اللون بقول سبغة. ليه بقول سبغة? بقول سبغة لاني تركيز اللون انا بحطه على حسب درجة اللون اللي انا عايزها. يعني دايما في حمام السباغة بالزات ما اقدرش احدد كمية السبغة اللي انا هحطها. ليه ما اقدرش احدد كمية السبغة? لان انا بحط كمية السبغة بناء على درجة اللون اللي انا عايزها. فكل ما زودت فيه التركيز كل ما زاد عمق اللون. يعني مسلا لو انا عندي ازرق واللي ازرق دهوت اللي ازرق الا هو الكحلي الغامئ دهوت. لو انا حطيت منه كميات قليلة ممكن يديني لبني. طب لو حطيت منه كميات كبيرة لو حطيت منه كميات كبيرة يبقى هدين الدرجة اللي انا عايزها من الكحلي. لكن لو قللت في الكميات هأديني لبني. فعشان كده دايما احنا عندنا سبغة. سبغة ده بيتحدد بناء على عمق اللون المطلوب. طيب درجة الحرارة انا اشتغل عليها ام كام من خمسة وخمسين لمية درجة مقوي. يبقى ريون الفيسكوز انا بزبغه من خمسة وخمسين الى مية درجة مقوي. طيب. بنضيف ايه بقى مع المادة بتاعتي? بضيف من واحد اتنين جرام لكل لتر مادة مبللة الى حمام السباق. طيب. ايه وظيفة المادة المبللة هنا هوت? المادة المبللة ووظيفتها انها بتساعد على امتصاص الخامة للون. وبعد كده بعصر واجفف الخامة. طيب. تعالوا نتكلم تاني عن طريقة السباغة بيه السباغات المباشرة عن طريقة العصر والتكفيف. تعالوا بس نشوف الفكرة مع بعض كده. الفكرة دي بتشتغل ازاي? الفكرة دي بتشتغل ببساطة جدا جدا وهي ان انا بحط عندي المحلول بتاعي او الحوض اللي فيه المواد الكيميائية بتاعتي. المواد الكيميائية دي بتشتمل على اكس السبغة اللي هي السبغة المباشرة بالتركيز اللي انا عايزه. وبحط الملح بتاعي درجة الملح بالكمية اللي انا عايزة على حسب اللون. طب ليه محددتش كمية الملح هي غالبا بتبقى من عشر لعشرين في المية ملح. في الالوان الفتحة وبتوصل لخمسين في الالوان الغمأة. طب ليه محددتش كمية الملح? لاني انا بحط كمية الملح بناء على كمية اللون اللي انا بحطها. وبحط من واحد الانتنين جرم لكل ليتر مادة مبللة. مادة المبللة لوزيفتها ايه? انها تساعد ان الخامة تمطص اللون بتاع الصباح. طيب. حطيت كل الموادهية. وحطيت الخامة بتاعتي. ايه اللي بيحصل؟ باخد الخامة بتاعتي وبعد كده اغمرها في المحلول بتاعي. اغمرها في المحلول. عند درجة حرارة من خمسة وخمسين ليỗi درجة مقوية. يعني درجة حرارة المحلول هنا هو تقام من خمسة وخمسين الى مية بدرجة مقوي. بعد ما بغمر الخامة بطلع لها اعمل لها عملية عصر. بعمل لها عملية ايه? عصر. بعد ما بعمل لها عملية عصر بقلفها على بوتشا وخليها بتقعد تلف شوية عشان اضمن ان السابقة ابتدت تتغلغل فيه المحلول بتاخد تقريبا حوالي ثمان ساعات وبعد كده بعمل لها عملية تكفيف وبعد كده بعمل لها عملية شطف وتكفيف عشان اتخلص من اصغار السباغة اللي موجودة عندك. يبقى بغمر وبعصر وبعد كده بكفر. نبص مع بعض كده. الطريقة التانية اللي هي طريقة الاستنفاذ بنستخدم فيها هذه الطريقة للالوان الغمئة اي زيت الظلال او اللونية العميقة. طيب طب ليه في الالوان الفتحة بستخدم طريقة الغمر? بستخدم طريقة الغمر لاني انا ما ببقاش عايز السابقة تتغلغل قوي داخل الخامة. فعشان كده ما ببقاش يهمني قوي انها تبقى متغلغلة داخل الخامة فما بسيبش الخامة الفترة كبيرة في المحلول بتاع السباغة. ده انا يضوبك بغمورها وبعد اما بغمورها بتقعد مسلا نص ساعة مغمورة وبعد كده بلفها وبعد كده بعمل لها عملية تكفيف. لكن فطريقة السباغة بالاستنفاذ بسيب بقى الخامة فترة طويلة ويمكن بعلي كمان درجات الحرارة زي ما هنشوف مع بعض عشان بستخدم الوان غمر. بدوب السباغة الاول جيد جدا جدا فيه الماء الساخن او الغليان لو احتاج الامر عفوا ازا احتاج الامر بضيفه الى حمام السباغة وبعد كده بغمر الخامة في محلول السباغة وبعد كده برفع درجة الحرارة تدرجيا خلال خمسطاشر دقيقة الى الغلاية. يبقى انا هنا هو تبزبغ عند درجة حرارة خمسين لستين درجة مقوية. وبعد كده في خلال الرابع ساعة برفع درجة الحرارة اللي كان للغلاية. هل مكونات المحلول هيها اه مكونات المحلول هيها. لكن هنا فرق في ايه? في ان انا بقعد الخامة عندي فترة طويلة داخل الحمام. وببدأ ارفع درجة الحرارة تدرجيا في خلال الربع ساعة الاولانية الى الغلايان. ما ينفعش ارفع درجة الحرارة مرة واحدة. لان انا لو رفعت درجة الحرارة مرة واحدة هيحصل عندي ان هيحصل هجان للسبغة او انتشار بشكل عشوائي للسبغة داخل الالياف وبناء عليه احصل على سباغة غير متجنسة. احصل على سباغة غير متجنسة. وبعد كده بضيف ملح الطعام او ملح جلوبر بنسبة عشرين لاربعين جرام لكل لت على سلاس فترات من بداية عملية السباغة كل عشر دقايق بضيف مجموعة. يعني انا وانا شغال في السباغة بضيف كل عشر دقايق بضيف من عشرين لاربعين جرام لكل لتر ملح جلوبر. طيب ملح جلوبر على فكرة برضو نخلي بالنا حاجة مهمة قوي ملح جلوبر مش ملح طعام. ملح جلوبر ده سام. ما ينفعش ان هو يستخدم فيه الطعام. فنخلي بالنا لو احنا موجودين مثلا نشوفنا فيه المصنع او حاجة ولاقينا ملح جلوبر ده مش معنى ان الملح ده ممكن نستخدمه فيه الاكل. لا الملح ده هو ده ملح سام ما ينفعش يستخدم فيه الاكل. فبنستخدم ملح جلوبر. بنسبة كام? عشرين لاربعين جرام لكل لتر. بنضيفه على تلات فترات. طيب ايه وظيفة ملح جلوبر هنا في عملية الاستنفاذ. ملح جلوبر هنا ليه دور مهم جدا. اولا بيزبط عملية السباغة من ناحية يزبط دخول السباغة داخل الاليف. يعني نقدر نقول ان الملح هنا بيلعب دور المنظم لعملية دخول السباغة داخل الاليف. فعشان كده بنضيف ملح جلوبر على تلات دفعات ما بنضفعوش مرة واحدة. عشان كل ما كل ما الخامة تتحرق لازم نضيف دفعة عشان ايه ايه وظيفتها الدفعة داية انها تنظم عملية دخول السباغة داخل الاليف. ونساعد في استنفاذ السباغة. بعد كده بتستمر عملية السباغة من نص الى ساعة الا ربا. يعني بتستمر عملية السباغة من نص الايه? لساعة الا ربا. طب ليه بتستمر عملية السباغة من نص ساعة الا ربا? عشان ادي فرصة للسباغة تتغلغل داخل الخامة. ليه? لان احنا قلنا ان عملية او طريقة السباغة بالاستنفاذ بالنسبة الالية في الرايون الفسكوز دي بتستخدم فيه الالوان الغمأة ما تستخدمش فيه الالوان الفتحة. فده معناه ان انا معايا كميات سبغة كبيرة. وبما اني معايا كميات سبغة كبيرة يبقى انا لازم يبقى معايا كميات ملح وعشان كده بضيفها على دفعات عشان تنظم عملية السباغ. وبخفض درجة الحرارة ده دريجيا ما ينفعش اخفض درجة الحرارة كلها مرة واحدة. لو خفض درجة الحرارة كلها مرة واحدة ده هيعمل لي سباغة غير متجنسة. خلي بالك. ليه? وعشان ايه? ده ممكن يجينا في الامتحان في صورة علل. يعني اما اقول لك انا ما ما ينفعش ان انا اضيف ارفع درجة الحرارة مرة واحدة. بقول لك الكلام دوت عشان تبقى عارف لما يجي لك علل يقول لك انا برفع درجة الحرارة خلال ربع ساعة للغليان. ليه? او علل? اقول له ايوة فعلا برفع درجة الحرارة خلال ربع ساعة ما برفعش مرة واحدة عشان احصل على سباغة متجنسة. لاني لو ما عملتش كده هحصل على سباغة غير متجنسة. طيب بخفض الحرارة تدريجيا ليه? برضو نفس القصة عشان احصل على سباغة متجنسة. وما يحصلش اني يحصل خروج للسبغة من الالياف. نتيجة درجة الحرارة اللي انخفضت مرة واحدة فألاقي فيه هبوط عندي فيه درجة اللون وما لاقيش احصل على اللون اللي عايزه لاني هلاقي ان السبغة ابتدت تخرج بشكل عشوائي من الالياف وبناء عليه ما اقدرش احصل على اللون الدرجة اللون اللي انا عايزي. وبعد كده بخسل في ماء بارد ثم ماء آآ ساخن عدة مرات واشطف واخسل عشان اتخلص من السبغة الزايدة اللي موجودة على الخام. سباغة الفسكوز بقى بسباغات الاحواض. عندي برضو طريقتين لسباغة الفسكوز بسباغات الاحواض. الطريقة الاولانية هي الطريقة المستمرة وهي طريقة الغمر والطريقة التانية هي الطريقة الغلم مستمرة وهي طريقة الاستنفاذ. نبص عليهم كده مع بعض. نشوف اول طريقة وهي الطريقة السباغة بالطرق المستمرة بسباغات الاحواض. يبقى احنا كل اللي كنا بنكلم عنه المرة آآ الفترة اللي فاتت ايه? هي السباغات المباشرة. يبقى احنا كنا بنكلم عن السباغات المباشرة. وقلنا ان السباغات المباشرة عندي فيها طريقتين. طريقة الغمر وبطريقة الاستنفاذ. ده بالنسبة لسبغات المباشرة اللي بزبغ بيها الفسكوز. هنتكلم بقى عن السبغات الاحواض اللي بزبغ بيها الفسكوز. اول حاجة بغمر القماش في محلول السبغة المعلقة في الماء على حسب التركيز المطلوب. يبقى انا اول حاجة عندي بغمر الخامة في الماء على حسب التركيز الايه المطلوب. وبعد كده بعصر بنسبة سبعين في المية. بعصر بنسبة كام? سبعين في المية. واجف في الهواء الساخن ثم ابرد القماش. وبغمر الخامة بعد كده في محلول الاختزال السوداكاوي او هيدروسالفيت السوديوم لاختزال السبغة مع اضافة ملح جلوبر للمساعدة على الاستنفاذ. هنا بقى لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا. على وهو سبغات الاحواط دهية زي ما خدناها في السنين اللي فاتت برضو هتكلم عنها تاني عشان نبقى فاكرين ايه هي سبغات الاحواط? سبغات الاحواط دهية سبغات غير دايبة. طيب ايه اللي بيحصل? انا بعمل لها بعض المعالجات الكيميائية عشان احولها من الصورة الغير دايبة الى الصورة الدايبة. طيب انا حولت السبغة سبغة الاحواط اللي عندي من الصورة الغير دايبة الى الصورة الزائبة. تمام? نزلت المحلول. الخامة امتصتها. دخلت جوة الخامة. بعد ما بتخش جوة الخامة بحتاج ان انا احولها تاني جوة الخامة الى صورتها غير دايبة. ليه? عشان اضمن صباتها داخل الخام? لانها في صورتها الغير دايبة لما تبقى في صورة غير دايبة داخل الخامة ده معنى ان انا مخسل الخامة عدة مرات او اشتوفها او ابدأ استهلك الخامة ده معنى ان الهم مش هيوقع. يبقى انا بعمل ايه في عملية السباغة في سباغة الاحواض? ان انا الاول حاجة اه سباغة الاحواض اللي عندي بعمل لها عملية ازابة. فبحولها من الصورة الغير دايبة الى الصورة الزائبة. طيب تمام انا حولتها الى الصورة الزائبة. بعد كده دخلت جوه الالياف. بعد ما بدخلها جوه الالياف بحولها داخل الالياف فقه من صورتها اللي كانت اللي هي دايبة احولها لصورتها الاولانية اللي كانت غير زائبة. عشان كده. ودي حاجة مهمة جدا جدا. في سباغة الاحواض دايما لما اكون بازبوغ طول ما انا بازبوغ بيديني لون. وبعد ما بعمل حمام الاختزال بيديني لون تاني خالص. يعني انا ممكن اكون اه طول ما انا بازبوغ بيديني لون مسلا بيج. او كريم. لكن ما اعمل عملية الاختزال بيديني لون بني. ليه بقى بيديني لون بني? لاني بحول السبغة اللي كانت بتسبغ وهي بصورتها الدايبة داية بحولها الى صورة تانية وهي الصورة الغير زائبة داخل الالياف. فعشان كده حمام الاختزال من الحاجات الاساسية جدا 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 في سباغة بصبغات الاحواض. لو انا ما عملتش حمام اختزال يبقى انا كأني ما سبختش. فعشان كده بنقول ان احنا في عملية السباغة بصير سباغات الاحواض بنعمل ايه بالنسبة للفسكوز? الاول حاجة بنغمر في محلول السبغة. وبعد كده بعد ما بنغمر في محلول السبغة بنعمل عملية عصر. طب العصر ده بيعمل ايه? بيساعد ان هو يدخل السبغة يخليها تتغلغل داخل الالياف. طيب بعد ما عملت عملية عصر بعمل عملية تكفيف. طيب بعد ما عملت عملية التكفيف. بعد كده بغمور تاني في حمام الاختزال. وحمام الاختزال هناوت او الاسترجاع زي ما بيقولوا عليه في الصناعة. الحمام الاسترجاع هناوت بيبقى اسمه بيبقى في سودا كوية وهيدروسالفيت سوديوم. هيدروسالفيت سوديوم وسودا كوية. بيعملوا ايه بقى? في وجود ملح الجلوبر بيساعدوا على الملح الجلوبر بيساعدوا على استنفاذ السبغة والسودا كوية وهيدروسالفيت السوديوم بيحولوا سبغة الاحواض من الصورة الدايبة الى الصورة الغير دائبة. بس فين بقى? داخل الالياف. داخل الالياف. وده مهم جدا جدا. وبعد كده بمر القماش لعملية تهوية تمهيدا لعملية الاكسادة. وبعد كده هو قد بتبدأ عملية الاكسادة عن طريق مرور القماش فيه تمن احواض بقى بغرض الاكسادة وزارة اللون الزائد لتحسين سباة السبغة والغسيم. نخلي برضو برضنا من حاجة مهمة قوي. وانا بتكلم عن السباغة الفسكوز ان انا طول ما انا بزبغ بي سبغة احواض ان السبغة ما تتعرضش الهواء الجوي. ليه ما تتعرضش الهواء الجوي? لان السبغة لو تعرضت للهواء الجوي ده معناه انها هيحصل لها اكسادة انا مش عايزها. او اكسادة بشكل عشوائي. فبصة لايه ان السبغة بتديني درجات الوانية مختلفة. ويهي اعمق مختلفة للون. فعشان كده ما ينفعش انها تتعرض الى اه الهواء الجوي اثناء عملية السباغة. يعني طول فترة عملية السباغة لآآ سبغات الاحواض. لازم تبقى السبغة او الحوض السبغة مغلق. ما ينفعش يبقى مفتوح. لو الحوض عندي يبقى مفتوح ده معناه اني هبصة لاقي ان هيحصل لها بشكل عشوائي. وعشان كده مش هحصل على سباغة بدرجات لونية زي ما انا عايزها هلاقي الوان مختلفة العمر. فعشان كده لازم يبقى الحوض بتاعي مغلق في السبغ. ده بالنسبة لعملية السباغة ريون الفسكوز بسباغات الاحواض. في بقى عندنا بعد كده في السباغة بطرق الاستنفاذ. ده هناخده ان شاء الله مع بعض الحلقة اللي جاية. اشوفكم على خير. والسلام عليكم.